السلام عليكم الله ثم الملك والوطن أول شيء نعتذر لتاج راسنا وأبونا ولي أمرنا ملكنا الغالي ملكنا حمد على ما بدل من بعض الصفهاء اللي لا يمثلون الشعب لا وطننا لا أي فأة وطافية يمثلون الخبثاء اللي سيسونهم طبعا دلهم مصالح خارجية وهذي لي خلونهم كطعم يستغفلونهم عشان شنون لعملهم الخبيث نحن ما عندنا مشكلة مع أي أحد ما عندنا مع أي أحد عندنا يعني نحب الكل هذي نحن اللي تربينا بهالسلوب وعلمنا شنو ولي أمرنا بالحكمة والمحبة والرحمة ولكن اللي عندنا مشكلة معانا ويحقر ويحسد ويعمل عمل خبيث نعم عندنا مشكلة أول شيء نقول حق غالين الخبثاء هل ترضون أن يخلون أسامي أبهادكم؟ أحد يرضى يخلي اسمه أبوه على الأرض ويدوسه؟ إذن رضيت ذي الشيء نعم لأنه ما عندكم كرامة وتحت مذلة من هالخبثاء يذلونكم؟ نعم وتدرون أنها يستغفلونكم؟ وين أولي أموركم؟ وين تربياتكم؟ هاي أساء لكم؟ والأهاليكم أن هذين يستغفلونكم؟ نعم هذين يشعلون الفتنة لمصالحهم مصالح الدول الخارجية نعم يحسون مبالغ يحسون وعود يحسون مصالح على مين؟ على حساب مين؟ على حساب أبنائكم هذين مستقبلنا ما نرضى عليهم ولكن وين؟ وين الوعي؟ يعني متى بتستوعبون ذي الأمور؟ ما أدري يا الله ما نري متى؟ هالاسم ينحط على الراس وعلى رأسنا كلنا وعلى رأسكم ونفتخر بهالاسم نعم ونقول كلنا حمد ولكن نكرر يا جماعة أحذروا أحذروا لا تلعب النار ما بتحسون أحسن من هالمعاملة من من إلى واحد يرفع الـ 60 عشان يضربه يأود يده ينزل يده يقول أحذر يا ولدي ده تجرح نفسك من أنتك قبله ولدك يرفع عيانك بالـ 60 والله بتاخته بالذبحة بتناتفئة بترختشتك عليه من يعملكم دي المعاملة؟ لكن هاي الخبثاء يلعبون يلعبون لأن ليش مصالحهم مصالحهم اللي فتنة إذا ما في فتنة بيننا بين الناس هنا خلاص ما يقدرون يوصلون في أعمالهم الخبيث في مخططاتهم الخبيثة فاحذروا يا جماعة لا ترضون على روحكم بالمدلة لا ترضون إلا ما في خير في أهله وفي وطنه وفي ولي أمره ما في خير حتى في نفسه حتى ما يستحق يكون على أرض هاي الوطن ونطالب الكل أن يستنكر هاي الحدث سواء الشيعة أو السنة أو أي طائفة وكل المواقع تواصل الاجتماعي ولا أحد يقول أن هاي النفاق المنافق والجبان ليسكت عن هاي الأمر وما يستنكر وكرر الله ثم الملك والوطن موسيقى